أستاذ أحمد أيضاً يقول سؤاله لم يقدم على الزواج و لا يزال خائف خائف على مستقبل الأولاد أو خائف على غيره نحن أيها الإخوة والأخوات بحاجة إلى غرص معالم التوكل على الله سبحانه وتعالى في قلوبنا و مسألة صلاح الأولاد أو صلاح الزوجة أو صلاح الأمور الغائمة نحن لا نعلمها نحن نطلب الرزق و نسعى إليه و الرزاق هو الله جل و علا و لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال يهب لمن يشاء إناثاً و يهب لمن يشاء الذكور يهب يعطي تفضلاً منه سبحانه وتعالى فلذلك لماذا تخف؟ لماذا تحزن؟ لماذا تيأس؟ سيجعل الله بعد عسر يسر لكن لا يكون هذا عائق يمنعك من الزواج يمنعك من المبادرة فيه نحن نرزقهم و إياهم فالله عز وجل سوف يرزقك و سوف يرزق هذه الذرية و ربنا جل و علا يقول و أنكحوا الأيام منكم و الصالحين من عبادكم قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله فالله جل و علا يغنيكم و الله جل و علا يتفضل عليكم و الله جل و علا يهبكم و النبي صلى الله عليه وسلم أوجز لنا في حديث ابن عباس و صايا عظيمة جداً فقال احفظ الله يخفضك نحن واجبون علينا أن نحفظ أوامر الله و نحفظ حدود الله و الله وعدنا أن يحفظنا سبحانه وتعالى احفظ الله يحفظك تعرف على الله يفرخه يعرفك في الشدة ابدل بالسبب أنت و لذلك هذه من سنن النبيين تزوج و توكل على الله و لا توسوس و لا تقلق نفسك أهي يستمر حياتنا أم لا تستمر تستمر زواجنا و إلا ما يستمر كيف عيالي كيف بيكونون هذا أمره إلى الله عز وجل هذا أمره إلى الله عز وجل يجعل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله جل و علا يقول في آيات الطلاق في آيات الطلاق يقول جل و علا و من يتوكل على الله فهو حسبه أن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر و قبلها جل و علا يقول و من يتق الله يجعل له مخرج إذن لنتقي الله عز وجل في أزماتنا في قضايانا في ظروفنا في أمورنا لنتقي الله جل و علا و من تقوى الله جل و علا ما ذكره الأستاذ فواز سؤال المختصين سؤال أهل الاختصاص